افريقيا على موعد اخر مع الانقلابات العسكرية احدث فوصولها هذه المرة في غنيا بيساو التي اعلنت احباط محاولة انقلابية الرئيس الغني اكد ان حكومته تسيطر على الوضع بعد محاولة الانقلاب التي حاصر خلالها مسلحون مقر رئاسة الوزراء اثناء اجتماع بحضور الرئيس واعضاء حكومته لكن المحاولة الانقلابية بحسب الرئيس الغني اوقعت قتلى وجرح في صفوف قوات الامن مشيرا الى اعتقال بعض المتورطين في الاحداث خلال حضورنا اجتماعا بمجلس الوزراء فوجئنا بنيران المدفعية الثقيلة والرشاشات والبنادق واستمر اطلاق النار خمس ساعات قبل ان تتمكن قوات الجيش والحرص من اقاف هذا العدوان الذي كان يهدف الى القيام بمحاولة ضد الديمقراطية الموقف نفسه عبر عنه الاتحاد الافريقي والمجموعات الاقتصادية لدول غرب افريقيا الى جانب منظمات اقليمية ودولية اخرى بينها الامم المتحدة الانقلابات غير مقبولة على الاطلاق نحن نشهد تضاعفا رهيبا للانقلابات ونداءنا القوي هو عودة الجنود الى الثقنات وارساء النظام الدستوري بالكامل في السياق الديمقراطي لغينيا بيساو وغينيا بيساو هي دولة صغيرة يبلغ عدد سكانها مليونين سما وتقع على الحدود مع سنغال وغينيا وشهدت العديد من الانقلابات منذ استقلالها عن البرتغال عام 1974 ترجمة نانسي قنقر شكرا